عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع مسؤولي شركة سكعتك النرويجية لاستعراض مقترحات للشركة لتنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية بقدرة تصل إلى نحو 3 جيجوات من الطاقة المتجددة مدعومة من الحكومة النرويجية شهد الاجتماع مجموناقشة مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهايدروجين والأمونيا الخضراء على المضي قدما في مشروعاتهم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما تمت إحاطة رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل اتفاقية التطوير المشترك لمشروع الأمونيا الخضراء والذي سوف تقوم سكعتك بتوقيعه مع الشركة المصرية القابدة للبيترو كيمويات وشركة مصر لإنتاج الأسمى داموبيكو في ختام الاجتماع أشار رئيس الوزراء لأن الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع مع كل من وزيري الكهرباء والمالية ومسؤولي صندوق مصر السيادي حيث سيصلت الاجتماع الضوء بشكل أساسي على حزمة حوافز مشروعات الهايدروجين الأخضر